هذا الفيديو هو من الكورس المتكامل لتعلم اللغة الألمانية لمزيد من المعلومات يمكنك تفقّل صندوق الوصف لبدأ المحادثة بشكل غير رسمي يمكنك أن تقول وبكل بساطة سيتم الرد عليك ستجيب للسؤال عن الاسم بطريقة احترافية يجب عليك أن تبدأ بالتعريف باسمك وبعد ذلك تسأل عن اسم الشخص الآخر مثلا احبان احمد ومي هايس دو؟ احبان احمد ومي هايس دو؟ انا احمد ماذا عنك؟ ماذا تدعى؟ ماذا عنك؟ ماينامه است انا نديش كنن تسوليعن ماينامه است انا نديش كنن تسوليعن اسمي هو انا تشرفتو بمعرفتك اذا لم تكن سمعت جيدا او تريد التأكد من اسم الشخص يمكنك ان تسأل مرة اخرى فيفا داين نامي نخمال فيفا داين نامي نخمال ما هو اسمك مجددا؟ ولنفترض بأنك كنت تقف بمكان معين مع صديقك وهناك شخص آخر قادم وبدأ التحدث مع صديقك بشكل مباشر فأنت تريد ان تسألهم هل تعرفون بعضكم من قبل؟ هل تعرفون بعضكم من قبل؟ وتنويه مهم واساسي اذا كنت تريد ان تستمع لهذا النص لأكثر من مرة يمكنك اعادة الفيديو هذا الامر اساسي وسيساعدك على فهم نطق الحروف ومقاطع الحروف وأحاول دائما أن أوصل لكم القراءة السريعة والبطيئة بنفس الوقت إذا كنت تعرف شخصين وتريد التعريف بهما لشخص آخر ستقول دعوني أعرفكم تشرفت بمعرفتك الآن لنلقي نظرة سريعة للحوارات الرسمية أي عندما تكون ببيئة رسمية بيئة عمل شخص لا تعرفه في السوق في عيادة في أي مكان عام طب يومكم أنا اسمي أحمد ياغي ركز جيدا نلاحظ بأن حرفين الآ والإن شبه لم يتم نطقهم من نطق الألمان ينطقان من داخل الحلق بشكل مباشر الشخص الآخر سيقوم بتعريف عن نفسه مثلا نلاحظ تشرفت بمعرفة حضراتك لنكرر العبارات التي ذكرناها منذ قليل لكن بالسياغ الرسمية انتشلدهم سي بيته وليت تاريف عن شخصين داف إش سي بيكانت محن داس إس طم ون داس إس انا سيه آنجنيم سيه آنجنيم سورتو بي لقائك أو مثلا فريد مش تشرفنا فريد مش الآن لنتحدث قليلا ما الذي يجب عليك قوله عند استقبال بعض الضيوف لنبدأ بالسياغة الغير رسمية مرحبا سورتو بالفعل أنك استطعت فعلها أي المقصود هنا بالسياغ الضبني استطعت أن تأتي إلي بتة كم غاين تعني رجاء تفضل بالدخول بتة كم غاين إذا كان الجو بارد وكان صديقك أو الشخص الذي أتى إليك يرتدي سترة مثلا ستقول والفرق هو أن المنتل غبارة عن المعتف الطويل الذي تشاهدون صورته أمامكم وعادتنا عند دخولي لمنزل أحد الألمان مباشرة سيقول هل يمكنني أن أعرض عليك شيئا لتشربه؟ أو مثلا هل يمكنني أن أعرض عليك شيئا لتأكله؟ هذه العبارة سيتم طرحها للتنويه ولي كي تعلم ما معاني هذه الكلمات عادة سيقولون إشهاب غوتفاين وإسفاين أو غانجنزافت أو دع فاسع أو دع فاسع إشهاب غوتفاين تعني النبيذ الأحمر وإسفاين النبيذ الأبيض أو غانجنزافت عصير البرتقال أو دع فاسع أو الماء أو ربما يقولون بيع أي البيرة إذا كنت أنت المضيف وأشعرت بأن هناك بعض الصمت بالحوار يمكنك أن تقول أنا سعيد جدا لأنك أتيت أي سعيد بوجودك إذا كنت ستودع شخصا ما وسيذهب عائدا لمنزله بالسيارة ستقول فا فا فازشتش أي قد بحذر قد بحذر إذا أردت أن تعرض عليه أن يبقى هذه الليلة يمكنك أن تقول أترغب بالبقاء هذه الليلة إذا وافق ستقول أخبرني إذا أحتجت أي شيء وبالنهاية إذا أراد النوم ستقول جوة ناحت شلاف كوت أو شلاف شون شلاف شون كلاهما صحيح وبالصباح كأي سؤال اعتيادي ستقول له هست جوة شلاف هست دو جوة شلاف هل حظيت بنوم جيد أو هل نمت بشكل جيد داس فرشتك استفعتش الإفطار جاهز ملاحظة سريعة كلمة فعتش بعض الأشخاص ينطقونها على أنها فعتك أي نهاية الإي والق تنطق على أنها إك أو إش وكلاهما صحيح يعتمد الأمر على اختلاف النطق في بعض الأماكن بالنسبة لي أنطقها إش أي فعتش الآن سنتحدث سوية عن بعض الجمل والعبارات المهمة والأساسية لحوار قصير ركز جيدا من أين أنت؟ ووهر كمس دو إش كمي أوس بيرلين ون دو إش كمي أوس بيرلين ون دو أنا قادم من بيرلين وأنت واركز جيدا ستلاحظ الصياغة الرسمية مكتوبة بين الأقواص وأنا الآن أتحدث معك بالصياغة الغير رسمية إذا كنت طالب أي ما زلت على مقاعد الدراسة ستقول إش بن شتودنت أو إش بن شتودنتن للمذكري والمؤنف إش بن شتودنت إش بن شتودنت ويمكنك مثلا أن تسأل ما الذي تدرسه؟ ما الذي تدرسه؟ إش مخي أين ماستر إن بي في إل إش مخي أين ماستر إن بي في إل وطبعا بي في إل هي عبارة عن كلمة طويلة بتغيب سفيرتشافت سليغة وتعني إدارة الأعمال وعادة لا تستخدم الكلمة بشكل كامل لأنها تعتبر من الكلمات الطويلة فيتم وضع الاختصار بشكل مباشر عبارات أخرى مهمة وشائعة إذا أردت الذهاب وتريد أن تنسحب بشكل تكتيكي من مجموعة معينة يمكنك أن تقول مع الأسف علي الذهاب ربما يمكننا أن نلتقي مرة أخرى سيرد عليك أحدهم مثلا نعم بالطبع هذا هو رقم هاتفي إش بنوخ أو فيسبوك أنا أيضا متواجد على الفيسبوك اسمي هناك هو أحمد ياغي كان حقا من اللطيف التحدثي معك يجب أن تدرك بأن مقطع بس قد يأتي ويتم تركيب عليه العديد من الأمور مثلا بس موغن رك غدا أو بس متوخ رك الأربع القادم عبارة أخرى مهمة أمسية سعيدة الآن لنتعمق بأحد الأمور المهمة وهي التحدث عن نفسك ما الذي أعنيه؟ عادة عندما نلتقي ببعض الأشخاص ستتحدث عن نفسك كثيرا من أين أنت وماذا تفعل يجب عليك دائما أن تكون متمكن من هذه الأمور لنطرح بعض الأمثلة وبالطبع يمكنك تغيير العبارات لكي تتناسب معك أنا أعيش منذ سنة في برلين نلاحظ سايت منذ قمنا بشرحها بالكورس المتكامل للمستوى الآ1-2 يمكنك إيجاد الرابط أسفل الفيديو أعيش بمنزل مشترك مع شخص واحد نظام الفيديو منتشر بشكل كثير في ألمانيا معظمكم قد سمعان باختصار هو عبارة أن تسكب بشقة مع مجموعة أشخاص وتتشاركون ببعض المرافق عادة يكون كل شخص لديه غرفته الخاصة جمع الأخرى مهمة مثلا إذا كنت متزوج أنا متزوج ولدي طفلا هناك أيضا مثلا إش بن جشيدن أي أنا مطلق لادش تعني أعزب إش بن لادش مثلا وفي الثقافة الألمانية ستلاحظ بكثرة فكرة مثلا إش هاب أين فغويند ودا إش هاب أين فغويند أي لدي صديق أو صديقة إذا كنت ترغب بالتحدث عن إخوتك ستقول مثلا إش هاب أين شفستا ودا إش هاب أين بوودا واختلاف تصريف أيني 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 ونزوفايتا يعتمد على الحالة العربية إذا كان لديك أي مشاكل فقد قمنا بتلخيصها بشكل كامل بدرس خاص يمكنك العودة ومتابعة هذا الدرس ستجدوه بعلامة الاستفهام إذا لم يكن لديك إخوة ستقول إش هاب أيني جشفستا إش هاب أيني جشفستا إذا كنت تريد التحدث عن دراستك بمدينة أخرى مثلا يمكنك أن تقول إش هاب أيني يورك مدتسين جتوديات إش هاب أيني يورك مدتسين جتوديات درست الطب في مدينة نيويورك إش هاب أيني الماستا إن إنفوماتيك إش هاب أيني الماستا إن إنفوماتيك لديش هادة الماجستير في علم الحاسوب أنا أعمل كمبرمج في شركة ناشية إذا كنت مغني أو مطرب يمكنك أن تقول أو موسيكا أي فنان إذا كنت تبحث عن عمل ستقول الآن سنتحدث عن قسم آخر رواية القصص سأقوم بإعطائكم عدة مصطلحات مهمة ستساعدك وستكون لك رؤية كاملة عن كيفية سرد القصص عادة لبدء الحوار مع شخص مثلا لكي تخبره بموضوع معين ستقول هل سبقه أخبرتك بمالذي حدث؟ أو أخبرتك بمالذي حدث؟ أخبرتك بمالذي حدث؟ أخبرتك بمالذي حدث؟ أخبرتك بمالذي حدث؟ ثم قلت أخبرتك بمالذي حدث؟ أخبرتك بمالذي حدث؟ أخبرتك بمالذي حدث؟ أخبرتك بمالذي حدث؟ لحسن الحظ كان هاتفيا معي أخبرتك بمالذي حدث؟ أخبرتك بمالذي حدث؟ أخبرتك بمالذي حدث؟ إذن بالنهاية ذهبنا للمنزل بدأ الأمر كما لواننا داخل فيلم الآن لننتقل مباشرة للقسم المتعلق بمستلحات التسوق الذهاب للمطعم شراء شيء معين محادثة في البريد في البنك في أماكن أخرى إذا دخلت لمطعم وغا تريد حجزة طاويلة لشخصين ستقول Guten Abend Einen تش فور zwei Personen Bitte Guten Abend Einen تش فور zwei Personen Bitte طابة مساءك أو مساء الخير طاويلة لشخصين من فضلك Gibt es einen Bereich فور نشتراوخ Gibt es einen Bereich فور نشتراوخ هل هناك منطقة لغير المدخنين إذا انتهيتها من الطعام وتبحث عن المغاسل أو المراحض مثلا يمكنك أن تقول Wie kann ich mir die Hände vashen Wie kann ich mir die Hände vashen أي يمكنني أن أغسل يدي نلاحظ مقطع الاس تسيها في كلمة vashen نطق على أنه شين شديدة السبب لأن مقطعين لتساولها سبقوا بحرف أس vashen إذا كان حرف الأس بعد مقطعين لتساولها سيصبح النطق X مثلا Vaxel وإذا كان لوحدهما سيكون النطق Ich إذن أين ممكنني أن أغسل يدي عندما يأتي إليك النادل ستقول وهناك أيضا بعض الأشخاص يقولون menu أي المنيوم أي قائمة الطعام وأيضا تعتبر من الكلمات المستخدمة إذا كنت تبحث عن مثلا قائمة الطعام باللغة الإنجليزية ستقول هل لديكم قائمة الطعام باللغة الإنجليزية إذا كنت شخص نباتي فيمكنك أن تقول مثلا هل لديكم أطباق نباتي إذا أردت أن تطلب ستقول إش مشت بشتل إش مشت بشتل وإذا كنتم مجموعة يمكنك أن تقول فيا مشتن بشتل فيا مشتن بشتل إش هتغانا دي كعتوفل زوبي ألس فو شبايزة ونداس اندشي كغي ألس حاوب شبايزة أودو أن أطلب حساء البطاطا كمقبلات وسأخذو طبق الكاري الهندي كطبق رئيسي والمشروب يمكنك مثلا أن تقول جه من ج เชميكت Lun THE MLB هل لديك كيد من جربة جcore جيشنيكت qu bankrupt طبق اللي كان الطعم الشي benchmarks شكرا يبار أخرى للدفع ستقول الفاتورة من فضلك للدفع عبر البطاقة يمكنك أن تقول إذا كنت تبحث عن المرحض ستقول ألان لنتحدث عن شراء شريحة للهاتف أود أن أشتري شريحة لهاتفي إذا قمت بشراء شريحة وتريد أن تسأل البائع ما هو رقم هاتفي الجديد ستقول له ومثلان للسؤال عن عدد الرسائل كما عدد الرسائل التي أستطيع إرسالها خلال الشهر أحد الأسئلة المهمة الأخرى إلى متى ستكون صالحة هذه الشريحة هل تعمل الشريحة أيضا خارج البلاد؟ ألان لنفترض أنك تريد الذهاب للبريد تريد أن ترسل شيء معين دعونا نأخذ بعض الجمل المهمة أريد أن أستلم طرد كم تكلفة الطابع إلى كندا؟ بالطبع يمكنك هنا أن تقوم بتغيير اسم الدولة أريد أن أرسل هذه الرسالة بالبريد المستعدل أريد أن أرسل هذه الرسالة بالبريد المستعدل أرغبو في سحبي خمسين يورو أودو أن أودع خمسين يورو أرغبو بفتحي حساب بانكي هل سأحصل أيضا على بطاقة اقتمانية؟ ما هو الحد في السحب لدى بطاقة الاقتمان؟ واحدة من أهم المواضيع التي سنقوم بذكرها الآن هي البحث عن شقة لقد رأيت الإعلان الخاص بك على يوتيوب أنا مهتم بالشقة إذا كنت تريد أن تسأل هل الشقة ما زالت متاحة؟ ستقول كم تبلغ قيمة الإجار؟ كم غرفة داخل الشقة؟ هل الشقة مؤثثة أم لا؟ أي هل يوجد بداخلها أثاث؟ أبوان إس دي وونونغ فري؟ أبوان إس دي وونغ فري؟ متى ستكون الشقة فارغة؟ متى ستكون الشقة فارغة؟ هل هي عبارة عن شقة مشتركة؟ هل هي في أي طابق؟ الآن لنتحدث قليلا عن مكالمات الهاتف باللغة الألمانية مرحبا هنا بيتر هل مرتين بالمنزل؟ هل وصلتك رسالتي؟ أحد لعبارات الأخرى المهمة شون دس دو أنروفست شون دس دو أنروفست من الجيد أنك قمت بالاتصال إش كان ديش كام هيرن إش كان ديش كام هيرن أستطيعو سماعك بصعوبة هلو إش مشت بيتة أين بيتزا بشتلن؟ هلو إش مشت بيتة أين بيتزا بشتلن؟ مرحبا أودو من فضلك أن أطلب بيتزا إش هاتي جاني دي بيتزا متسالامي ون بلتسن؟ إش هاتي جاني دي بيتزا متسالامي ون بلتسن؟ يجب أن تدرك بلغة الألمانية البابروني هو السلامي إذا قام الموظف بإخبارك بشيء بسرعة مثلا ولم تفهم عليه يمكنك أن تقول هل يمكنك أن تتحدث ببطء؟ أو مثلا هل يمكنك أن تعيد ما قلته؟ ونجا بالنهاية عادة يقولون فيلن دانك أو فيدا هورن فيلن دانك أو فيدا هورن نلاحظ هنا استخدمنا أو فيدا هورن وليس أو فيدا زين الفرق هو أن أو فيدا هورن تستخدم عندما تودع شخص عبر الهاتف ويأتي معناها أي أسمعك قريبا لكن بالترجمة ستكتب إلى اللقاء وأراك قريبا لكن نلاحظ بأن اللغة الألمانية لغة وصفية نلاحظ فيدا مرة أخرى وهوغن أي أسمعك أسمعك مرة أخرى هذه الترجمة الحرفية بينما أو فيدا زين أراك مرة أخرى هذا كان كل شيء لفيديو اليوم لا تنسى تسجيل كل العبارات والجمل الجديدة وبالطبع الإعجاب بالفيديو ومشاركته ولا تنسى العودة إليه إذا احتجت مراجعة هذه المعلومات فالتكرار هو أساس لتعلم اللغة دمتم بخير